نقول إن عامر حسين صرح وقال كرة عدة نصف نهائي البطولة العربية متفق عليها قبل انطلاق المنافسات للناس بقى اللي بتحب تتكلم كتير والهاري يعني واللت والعجن اللي حصل إن الأهلي والفيصالي والدنيا متزبطة يا جماعة والله العظيم عيب والكلام ده أصلا مش في مصلحة الكرة المصرية ولا في مصلحة البطولة البطولة على أرضنا لما نقول الكلام دعيب يعني ما إحنا على فكرة يعني أنتوا اللي سخنتوا الأهلي إن هو ينفس على البطولة دي الأهلي كان داخل بالصف الثاني عشان يشوف اللعيبة وكامتن حسين سافر يعني كان موضوع بين قوي إن الأهلي مش في دماغه البطولة العربية كان في دماغه إن هو يوقف على حالة اللعيبة للحكم عليها من قبل الجهاز الفني ده كان هدف الأهلي الأساسي لكن الأهلي خسر الدنيا قامت فالأهلي لا أقول لك هو مين الأهلي أنا أقول لك بقى مين الأهلي أو الأهلي بيقول أنا لا إحنا هنقول مين إحنا الأهلي بقى خلاص إحنا هنتمي بالبطولة قوي وهنلعب وهناخد البطولة إن شاء الله لكن الأهلي ما كانش داخل لها هدف البطولة فلما تقولوا إن الأهلي متفصلوا الأهلي والفصلة عيب معيب يعني يعني الأهلي مش محتاج خالص الكلام ده يعني كان يعني يعني بصراحة كلام فاضي جداً كلام فاضي جداً 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 لما حد يقول أن الأهلي يتفصل له حاجة بالعكس الأهلي مرعب لأي نادي وانتوا عارفين تاريخه ومش محتاج حد يتكلم على الأهلي الأهلي بيتكلم عن نفسه في كل مكانه وفي أي مناسبة وفي أي زمان وبأي أجيال وبأي لعيبة الأهلي هو الأهلي الأهلي زي ما قلتلكه هدفه كان تجربة اللاعبين حضرتك لما تكلمته وسخنته لنادي قالك خلاص احنا هنعرفكم مين الأهلي تاني طالما أنتوا بقى بتتكلموا الأهلي خسره جدا وخلاص الأهلي إن شاء الله قابل مين مش قابل مين الأهلي عمره مفكر يا قابل مين يا جماعة يعني خلوا الكلام ده عيب الكلام ده عيب بصراحة صرح عامل حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة وعضو اللجنة المنظمة البطولة العربية بأن النظام الحالي البطولة تم تعديله والموافقة عليه قبل انطلاق البطولة وأشار حسين إلى أن إجراء كرة الدور النصف النهائي كان متفق عليها مع محمد رورو رئيس اللجنة المنظمة والات محمد رورو رئيس اللجنة المنظمة الذي أقر بإقامة كرة عبين الأندية العربية المتأهلين إلى نصف نهائي البطولة وأكد حسين أن الدليل على صحة موقفه موقف اللجنة المنظمة عدم تقديم أي نادي بشكوى رسمية كلام منطقي جدا يعني لو كان في والله ما عايز أقول يعني كلام فاضي بصراحة أنا مش عايز أقوله تاني وأكد عامل حسين أن الدليل على صحة موقف اللجنة المنظمة عدم تقديم أي نادي بشكوى رسمية احتجاجا على كرة عدة أو إجراء هذه الكرة وهو ما يؤكد أن الأزمة على السوشيال ميديا فقط إحنا بقى عندنا نظرية المؤامرة هي التفكير الأول دايما التفكير الأول عندنا نظرية المؤامرة خلاص بقى كلمة الحق بصراحة أو الحاجة الصحيحة اللي بنتكلم فيها لا إحنا لازم الأول نبدأ بنظرية المؤامرة وبعد كده نبدأ إحنا نثبت بقى للناس يا جماعة والله العظيم إحنا كلمنا صح والله جماعة ناس يعني نتكلم بمنتها المصدقية يا جماعة نتكلم بمنتها الأمان يا جماعة ليه الأهل يتفصلوا ليه أساسا حاجة يعني ما أنتو شفتوا المتشات وشفتوا المباريات وشفتوا اللي كان ليه ضربات جزاء وما تحسبتش وشكبتوا في ضربة جزاء الأهل وضربة جزاء صحيحة 100% مش عارف تتكلموا على الأهل اللي هو بينجح أي بطولة اللي هو حاجة تشرف أي مكان يعني اللي هو مشرف في الكرة المصرية ولا نتكلم تاني كفاية نطلع فاصل عشان نستقبل دروفنا الكرام الكبات الكبار نجوم مصر ونادل أهلي كابتن كبير ربيع عسين وكابتن كبير سمير كامونة فاصل استنوا موسيقى